نتوجه الآن إلى مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر حيث علمنا أن فوضى كبيرة سادت احتفالاً بالمخيم المعروف باسم السمارة حضرته كل قيادات البوليساريو بمناسبة ما يعتبرونها ذكر إعلان الجمهورية الوهمية الفوضى سادت إثر الشباكات بين المتظاهرين من قبيلة ولادة درارين وعناصر مسلحة ممن يطلق عليهم الأمن والدرك والشرطة وقد شهد زعيم الانفصاليين في الصف الأول وهو يأمر عناصره بإبعاد المحتجين شهود عيان أكدوا مقتل عنصر من ما يدعى بالدرك جراء سقوطه من سيارة الربعية الدفع ودهسي بسيارة أخرى وسمرت الاشباكات بالحجارة والأياد وتم إلقاء القبض على بعض المتظاهرين من بينهم الناشط السالك ولد محمد ولد علي موسى ويذكر أن الاحتجاجات متواصلة في مخيمات التندوف منذ عدة أسابيع من قبل المنحدرين من قبيلة ولاد تدرارين للمطالبة بتطبيق القانون في حق منفذي اغتيال ورد البخاري بامبا بعد أن أقدمت عناصر من البوليزاريو على مساعدة ديه ورد محمد لغضف في العام 2013 وديدي ورد عثمان بامبا في العاشر من الشهر الماضي مساعدتهم على الهروب من سجن الذهبية وهما متورطان في اغتيال قريبهم ورد البخاري بامبا عام 2004 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة